اشتركوا في القناة مركونة في مرآب مجلس جماعة تاوريرت مما اثارت سنفارا في صفوف السلطات ومصالح الوقاية المدنية وذكرت مصاطر لبلادنا 24 ان السيارة التابعة لجماعة تاوريرت كانت مركونة في المرآب قبل ان تشتعل بها النيران فيما لم يصفر الحادث عن اي خسائر في الارواح واضافت ذات المصاطر ان السلطات المحلية ومصالح الامن الوطنية انتقلت الى عين المكان فيما تكفلت عناصر الوقاية المدنية باخماد الحريق واثار الاحادث سنفارا في صفوف السلطات الاسيما وان السيارة كانت مركونة الى جانب عدد من السيارات والاليات التابع لجماعة تاوريرت تم مع نصرة اخبارية الى اللقاء